ثانياً أساليب تقويم الجانب المهاري إذا كانت الاختبارات الشفهية والتحريرية بأنماطها المختلفة تستخدم في قياس الجانب العقلي فإن الجانب المهاري تستخدم فيه الاختبارات التالية، واحد اختبارات التعرف وتميز هذا الاختبار بالبساطة حيث يطلب فيه من الطالب ذكر أسماء بعض الأشياء التي يتعرف عليها أي أنه يقيس القدرة على التعرف مثال ذلك يطلب من الطالب تحديد نوع الخط المكتوب به في المخطوطة التي أمامه ثانياً اختبارات الأداء وهي تلك الاختبارات التي يطلب فيها من المتعلم أداء عمل معين وعادة ما يقدم للمتعلم في هذا النمط من الاختبار مجموعة من الأجهزة أو الأدوات للاستخدامها في هذا الغرض مثال ذلك يطلب من الطالب إعادة كتابة العبارة التي أمامه في الورقة بخط النسخ أو الرقعة والأمر المهم في اختبارات الأداء هنا هو عملية القياس أو التصحيح فيمكن تقدير المهارة في ضوء صحة النتيجة التي وصل إليها المتعلم أو مدى جودة النتائج التي انتهى إليها في عمله كما يمكن أيضاً تقويم المهارة عن طريق ملاحظة أداء المتعلم أي متابعة الحركات التي يقوم بها في أثناء أدائه لهذا العمل النوع الثالث هو اختبارات الإبداع وفيها لا يحدد للطالب الأدوات والأجهزة المطلوبة بل يطلب منه عمل جهاز معين أو القيام بتجربة معينة وذلك بالاستعانة بما يراه مناسباً لذلك اشتركوا في القناة